قبل أن يبدأ هذا الفيديو أتمنى أن تشفت مراجعة السامسونج غالكسي نوت 10 بلس لأن هناك الكثير من الأمور متكررة بهذه التليفونات لا أذكرها فشوف مراجعة النوت 10 بلس وارجع كمل هذا الفيديو لأنه ستكلم عن السامسونج غالكسي نوت 10 العادي يعطيكم الصحة والعافية معكم أحمد بوريكي بدأت هذا الفيديو وحب أن أهوه هنا أنا كرحت نفسي لأنني حبيت هذا التليفون للأمانة كرحت نفسي لأنه عجبني سامسونج غالكسي نوت 10 من الأول ما نزل وتم إعلان عني كنت أنا أقول بالفيديوهات لما غطيت المؤتمر في نيويورك وما سويت مراجعة مع نوت 10 بلس قلت أ PWACE أنا من فيديوه السابق وعلاwno كنت في نيويورك كنت أتمنى أن السامسونج تسميه السامسونج غالكسي نوت 10 البلس السامسونج غالكسي نوت 10 العادي وبالمقابل السامسونج غالكسي نوت 10 الذي موجود عندنا الحين كانت ممكن تسميه غالكسي نوت 10 اي او اي شي ثاني مختلف قلت أتمنى أن شركة سامسونج كانت مسميه سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس جالاكسي نوت 10 وكانت مسميه الجالاكسي نوت 10 جالاكسي نوت 10 اي علشان لما انت تتفكر كمستهلك ما تتابع السوقه ما تعرف شلي قاعدة صير عندك نوت 9 تفكر اوكي انا بشتري نوت 10 ما تندقر وتشوفوا ان عندك انت شغلات ناكسة بالنوت 10 كنت محصلها بالنوت 9 نفس ازالة من في الثلاثة ونصف مني نفس الاسدي كارت سبورت نفس الدقة الموجودة بالشاشة سحجم البطاري الكبير والشياء ثاني ممكن انه اهيتهمك فالنوت 10 خطوة لورا من بعد النوت 9 وهذا سبب ثاني خليني هنبعد اكره نفسي لانه عجبني التريفون باستثناء هالومور هذي كلها وراح اقول لكم ليش بس حبة حبة خمبلش اوي شي بالشغلات اللي راح تخرب على هذا التريفون ايه الشغلات من شركة سامسونج خنكون واقعيين اذا انتني هون بتيتقارن ان سامسونج جالاكسي نوت 10 راح تقارن مع الاس 10 بلس وراح تقارن مع سامسونج جالاكسي اس 10 واثنيناتهم ارخص منه وممكن هم الاثنين يقعد يخربون عليكم مبيعات الجالاكسي نوت 10 بس لما سامسونج سويت الجالاكسي نوت 10 انا ما كنتفاهم ليش ما كنتفاهم لاشي هي تبتتسوي تليفون صغير بقلم لان هذا الشيء الميزة انه هو تليفون كبير الميز النوت سيريز عادة ان هي تكون تليفونات عملاقة كبيرة ضخمة فذا انت كنتي بتليفون صغير لا تفكر بتاخذ النوت فما كنت فاهم هذا النقطة الا لما يتجربت التليفون بغض النظر عن القلم اللي موجوده هني اللي راح يعطيك التجربة تماما مماثلة الموجودة على النوت 10 بلاس باستثناء طبعا AR Doodle اللي استوعبت ان اللغة التصميم على هذا الحجم يعطيك ارتياح اكثر لما يتي انت تستعمل التليفون بيد واحدة سمعتني صح حجم الشاشة 6.3 بوصة وعمري ما فكرت انه يوم اليوم بقول انه تليفون حجم شاشة 6.3 بوصة يعتبر واحد من اصغر التليفونات اللي انا جربتها اليوم موجودة بالسوق ومن اكثر التليفونات اللي ممكن ترتاح انك انت تستعملها حتى لو كانت بيد واحدة الجالكسي نوت 10 وفر لي هذا شي وما وفر لي يا لانهما بس صغروا حجم الشاشة لا وفروا لي يا لانهما صغروا لك الحواف وبعدين سلسلة النوت عامة تكون مصندقة اكثر من ايه محفوفة نفس سلسلة الاس وهذا الحجم مع الحافة اللي موجودة مالة النوت الخاصة بالهوية مالتهم من ناحية لغة التصميم اعطاني وهو الارتياح اللي انا احس فيه نمي انا استعمل التليفون بيد واحدة فهذا اللي خلاني انا استمتع باستخدام التليفون ابعاده مقاس الشاشة والبلد ما لكه كل ما انا استعمله ارتاح بشكل مطبيعي ان انا احس ان انا قاعدة استعمل التليفون وايض امكانيتها عالية جودتها جدا ممتازة حجم شاشة كبيرة ما في اي نوع من الضوضاء اللي هو ممكن يخليك انك انت ما تخلص شغلك لانه ما في حافة بس انت قاعد تمسك شاشة بتحس ان انا ماسك شاشة قاعد تعامل مع شاشة بس شنو هي الفروقات اللي انتم ممكن تفكر فيها قبل تيتفكر ان انا بشتري النوت 10 ولا النوت 10 بلس انا اقول لك حجم الشاشة هني اصغر 6.3 بوصة مقارنة بل 6.8 بوصة راح تحس في الفرق طبيعي نص انش اختفى وهذا النص انش هو اللي يعطاك المسك المريح اللي انت ممكن تحصلها لما تيتستعمل هذا التليفون بس بالمقابل حتى الدقة قلت صار هنا عندنا FHD Plus مقابل لQHD Plus حسيت فيها بعين مجرده؟ نهائيا لا لانه البيكسل كاون دنسلتي اللي موجودة هنا فوق الـ 400 ppi والبيكسل كاون دنسلتي اللي موجودة هنا هم فوق الـ 400 ppi فلما تينت تطالع و تدقق ما راح تشوف البيكسلات لانه لانه تعتبر كثافة البيكسلات عالية على هذا الريزولوشن وهذه ابعاد الشاشة يعني حطوا بالك شغلة حجم الشاشة اللي هنا موجودة كبر الواوي P30 Pro ونفس الدقة اللي موجودة على الواوي P30 Pro اذا انت بالنسبة لك شاشة الواوي P30 Pro ممتازة نفس الارقام ترى الموجودة هنا على الـ Dynamic AMOLED وهذه النقطة ثانية الـ Dynamic AMOLED عندنا هنا نفس الـ Dynamic AMOLED Display اللي موجودة على الـ Note 10 Plus فرح يكون عندنا نفس التشبع للوان نفس زوايا الرؤية نفس الـ Profile وعندنا هم بعد نفس البصمة الـ Ultra Sonic Fingerprint Display بالنسبة لهذا أفضل بصمة مدمجة بالشاشة أفضل من الـ Optics اللي موجودة بتلفورنا الثانية لأن تشتغل بشكل سريع وتشتغل بشكل سهل ومنازل انت تبطل الشاشة عشان تقدر توصلها لأنها تقرى البصمة فعليا يهمو قاعد تشغل إضاءة تحت الشاشة عشان تدور على بصمتك وتقراها 2D قاعد تقرا لك ياها 3D ومرة على مرة تتعلم عليك بشكل أفضل للأمانة هي أفضل بصمة مليحة مدمجة بمدمجة تحت الشاشة وتشتغل بشكل جدا سريع ومناسب حتى على جالكسي نوت 10 العادي بعدين نتكلم عن الكاميرات هل ذا فرقت عن النوت 10 Plus؟ نهائيا لا هني عندنا احنا ثلاث كاميرات مضبط نفس الموجودة على الأس 10 والأس 10 Plus والنفس الموجودين على النوت 10 Plus اللي راح تفقدها هو تي او اف لنز لثري دي دب سنسين كاميرا اللي انت تقدر تستعملها عشان تسوي مسح حق الشغلات اللي تبي تسوي لهم سكان عشان تسوي لك غباش من الخلفين اللي تبي تصور حتى بالفيديو اللي تعدلك العزم من ناحية البرتت مود ما فقتها لأن كل الشغلات الآن عادتنا نسويهم بالكاميرا ما تعتمد لعلى تي او اف لنز بس الشغلة الثانية يهمني لها حتى ان ما فقتها نهائيا هي الكاميرا الأمامية العشرة ميجابيكسل بالضغط نفس الموجودة على النوت 10 Plus تعطيني بالضغط نفس المكانيات الموجودة على النوت 10 Plus نفس حتى العزل حتى تصوير ما للفيديو انصدمت من قوة الدقة الموجودة على هذه الكاميرا لما ييتانا استعملها فنهائيا ما فقت شي من ناحية حتى الكاميرات وباجي الامور نفس مقارقة ما للغبار نفس المعيار نفس الشحن اللاسلكي نفس السرعة شحن العكسي نفس السرعة شحن السريع يدعم لكيها 25 واط ما فيها 45 واط السفورت وهو نفس الشحن الموجود داخل العلبة فأحمد شلي ضايقك في الموضوع البطارية 3500 ميلي أمبير على 6.3 بوصة نكتا كمون على آخر الفيون 16 كنت هتمنى ان تكون علقة ل 4000 ميلي أمبير وليش اقول علقة ل 4000 ميلي أمبير لنبيت النازل هذه البطارية كانت موجودة على السامسونج جالاكسي نوت 9 وهذا حجم الشاشة الموجودة هم بعد على السامسونج جالاكسي نوت 9 نفسه معدل استهلاك صرف البطارية بس تقلل البطارية بـ 500 ميلي أمبير يعني 25% وتعتمد على 7 نانوميتر انها تحسن لك اداء البطارية كانت حركة غير موفقة احنا ما انا كنت قاعد اجرب التريفون وانطر النظام التشغيلي يعير نفسه بنفسه من ناحية معدل صرف استهلاك البطارية مع الشاشة كنت اضطرنا هنا شحنة مرة 2 مليون بس لما عدل روحة بروحة وقام يعرف هنا شون استعمل التريفون قام يعطيني يوم كامل من ناحية الاستخدام بس يا دوب يعني على اخر النهار عادي موصل 4% 3% يا دوب كيكون هو يعطيني طول اليوم من ناحية الاستخدام وما بين الاربع ساعات ونصف الى خمس ساعات معدل استهلاك صرف الشاشة هذا الارقام ممكن تكون مرضي يا حقاية تريفون ثاني بس لم يتي انت تفكر نوت سلسلة النوت لا مو مرضية نهائيا لان عادة ما تحط بالك نوتا بيوم ونصف من الاستخدام اذا مو يومين وهذا الارقام قدرنا نحصلها مع النوت 9 حصلناها مع النوت 10 بلس بس مع النوت 10 العادي يذكرني بالمشاكل اللي كانت موجودة مثلا مع النوت 8 ان حجر البطارية يعتبر صغير معادل للشاشة اكيد اتمنى ان البطاريات تكون اكبر من شلي بس باجل اشياء ما ضايقتني ازالت تفتحة 3.5 ملي حالة حالة اي تلفون ثاني موجود بالسوق اذكر لي تلفون واحد اليوم موجود بالسوق في فتحة 3.5 ملي بالامكانيات الموجودة مع السامسونج جالاكسي نوت واقول لك صح كلامك اما بالمية صح غير النوت 9 فما ضايقتني لان انا كل تلفونات ثانية لاجربها ما في فتحة 3.5 ملي فاقلمت حياتي ان انا استعمل ويرلس هيدفونز ويرلس هيدسيت فنشكر شركة ابل ان هي ازالت منفذ 3.5 ملي اللي خلت كل الشركات تلحقها وخلت شركة سامسونج تكون هي اخر شركة فعلية قاعد نافذ اليوم بالسوق ان هي تشيل الفتحة فهلا نزعلان من سامسونج لان اشارت فتحة 3.5 ملي نهائيا لا وهما في بطلة التلفون فتحة الاس دي كارد موجودة بالنوت 10 بلس بس هل هالشي ضايقني مرة ثانية لا لان انا اعتمد على السحابة وصال لي سنين ما استعمل الاس دي كارد ومرة ثانية اذكر لي تلفون ثاني اليوم موجود عندك رح يكون فيه اس دي كارد غير النوت 9 اباباب اكيد قاعد تتكلم عن الاس 10 اكيد قاعد تتكلم عن الاس 10 بلس بالذات لما تين تتفكر فيهم ان اوكي السعر هم وايدي قريب من النوت 10 اذا مو ارخص بمواصفات مختلفة وفعنا انا انا اتفق معاك الشي اللي مخرب على النوت 10 وهو مو النوت 10 بلس اللي مخرب عليه هو اس 10 بلس والاس 10 السعر هم رح يكون ارخص من النوت 10 العادي بمواصفات اكثر اذا تاخذ الاس 10 بلس اليوم رح ييك بحجم شاشة اكبر من الموجودة هني بفاصلة واحد بابعاد تغريبا نفس الي موجودة هني اكبر منه بشوي بس البطارية 4100 ميلي امبير فتحة 3.5 ميلي از دي كارت وكواد اش دي بلس ونفس عدد الكاميرات الي موجودة هني واذا كان غالي بالنسبة لك اخذ الاس 10 حجم شاشته اصغر من الموجودة هني بفاصلة اثنين بس حجم التليفون وابعاد رح يكون تغريبا كبر النوت 10 ورح ييك بفتحة 3.5 واس دي كارت وكواد اش دي بلس رزلوشن الشاشة ففعليا المخرب على النوت 10 يا جماعة سامسونج نفسها سامسونج قاعد نافذ سامسونج لما تفكر انت بدائل حق النوت 10 وقاعد تفكر بشركات ثانية انت قاعد تفكر بسامسونج فهذا شي مربح حق شركة سامسونج ما ظلني انت راح يزعل سامسونج ان انت قررت اخذ تليفون سامسونج على تليفون سامسونج بس انا كالشخص يقيم التقنية يوم ورا يوم احس انه ليش كان في شي اسمه hey to ti برا لك لما ازكت كارتية وجربت تليفون علشان اجربت تليفون كرهت نفسي ان احبيت ولولان skem ولان حين احبي instead ولان حين قاعد يجرب يعجبني التلنيفون انه كان بالنسبلي هو الأبعاد مات التليفون ريحتني مسكته تليفون عاد التليفون تعاملي مع التليفوني 8 رام ما حسستني انه هو اقل من 12 رام اداء التليفون عامة عداني نفس الاداء اللي انا حصلتها مع النوتو بثص باستثناء اداء البطارية فاذا انت كنت من الناس اللي نفسي اللي يمكن تبي قلم ولا اشياء اللي تبي تسويها بالقلم ان اللي حن تكون موجودة على فون فاكتر اصغر راح تستوعبان انشي اللي قاعد اقوله بهالفيديو راح تستوعب اخيرا شنو كانت وجهة نظر سامسونج لما سوت لنا النوت صغير بس بالنهاية 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 ليش سامسونج هذه السنة سوت هالحركة ليش سامسونج سوت اربع تليفونات من سلسلة الاس وسوت تليفونين من سلسلة النوت عادة هي تسوي لك تليفونين سلسلة الاس وتليفون واحد من سلسلة النوت لان بكل بساطة السوق من هواتف الذكية عامة فيه مطبيعي حاليا يعني فيه خمول مطبيعي وقوة الشراء موجودة الناس تبي تشتري تليفونات بس الانوفيشن الابتكار الشغلات الموجودة بالسوق ممكن الناس وايدة كثيرة تقول انه هي مملة فلما يصير هذا الشيء شركات الكبيرة نفس شركة سامسونج شن تسوي تنزلك موديلات مختلفة عشان تجدد السوق تنشط السوق وتشوف شن الناس ممكنه يتفكر انه تشتري فاذا سنه يا ايا على سبيل المثال شافت سامسونج انه والله اوكي ال S10E باع اكثر من ال S10 العادي يمكن ان نزل انا سنه يا ايا S11E بس اغير اسمه ل S11 ونزل S11 Plus لان هذا الناس يحمر يبونه ونفس الشيء اشوف والله النوت 10 لا والله ما باع شيء النوت 10 Plus اوه لا يابلي مبيعات اكثر اي خلاص تشيله من الحسبة ما لازم انا نزله هذه الامور سامسونج ما رح تعرفها ولا تفهمها الا لما تشوف فعليا انه هي تنزلك اياهم وتطرحهم بالسوق وتشوف الناس شين تشتري وهذا الشيء ممكن الشركات تقدر تسويه بس الامكانية انه سامسونج هي تقدر تسويه وفكرت فيها بهذه الطريقة يحسسني ان الدنيا ليه الحيني بخير مو لانه سامسونج سوتها بس لانه سامسونج جدرت تسويه فيه فرق فهمتوا غاصدي فابنهاية الحديث انا اليحين اكره نفسي ان انا عجبني النوت 10 وهل انصح فيه جرب لان الابعاد من الانت التليفون وشكل المصندق مع شركة سامسونج مع سلسلة النوت هي اللي حببتني فيه اكثر لان انا ما حسيت انه كان محفوف ويزلق من ايدي لا كل ما امسكه احس انه مستحق يعني انا استعملت التليفون طول ومدلقع استعمل فيها التليفون بدون نحط كفر بدون نحط استيكر فيه زلوق بالشاشة لانه مرة كنتم خليه بالقاع وعبد رزاقية ومساحة للتليفون بالقاع مشكور رزاقي بس غير شذي عجبني التليفون ما رح اتشذبه اقول انه ما عجبني عجبني التليفون هل انصح فيه فيه بداءة الوادي كثيرة S10 plus S10 ممكن تكون صفقة بالنسبالك افضل بس داك انت بي النوت وتجربة النوت حبيبي يخلك على الكبير النوت 10 plus وبس سمعنا على طالك سلامتكم تعيشون احمد واركي فمو الله الكريم احمد واركي احمد واركي احمد واركي احمد واركي